موسيقى موسيقى سالي يعني يعتبر التوثيق في الكتب والمراجع من الخطوات الأساسية والهمة جدا في أي موضوع وفي أي منحة فهي تعزز من مصداقية المعلومات المنشورة فيه واليوم في ظل اجتياح عالم الانترنت أصبح الوصول المعلومة من الأمر السهل لكن هل هذه المعلومة صحيحة أم لا وهل تحمل أي مرجعية؟ أريج هذه المصداقية وهذا التوثيق يتجلى في كتاب البطريار كلياس الرابع معوض من جمع وإعداد الباحث اليان جرجي خباز يلي جمع وثائق كثيرة عن حياة البطريار كوسيرته وأعماله لنتعرف أكتر على هالكتاب بصرنا أنه نرحب بالأستاذ اليان جرجي خباز أهلا وسهلا فيك وكل عام ومتب خير صباح الخير أهلا وسهلا فيك أستاذ اليان نورت صباحنا بالبداية خلينا نتعرف اليوم ما أهمية التوثيق لشخصيات هامة بالتاريخ؟ لو لم يكتب الخلف عن السلف لما وصلت إلينا المعلومات التي كتبت في السابق فالتوثيق هو عامل مهم أساسي في إعطاء الوجه الحضاري أو ماذا حدث في الماضي لأيامنا هذه والكتاب الذي قمت بجمعه وأعداده عن بطريارك العرب الياسر الرابع معوض هو ثمرة عمل سنوات عديدة لتوثيق ما كتبه وما نشره وما أبدع به هذا الرجل الزاهد الإنسان الراهب الماقتل للمال لا توجد كلمات تصف هذا الإنسان كما يجب فلا نستطيع إلا أن نجمع تراثه ونوثقه ليبقى للأجيال القادمة منبرا وعظة باقية خالدة نعم الرحمة إلى روحه أكيد الرحمة إلى روحه خلينا نحكي عن عملية التوثيق التوثيق المانو سهل معلومة على الإنترنت عم نقدر ناخده بكبسة زر ولكن التوثيق هو بيحتاج مثل ما فضلت حضرتك فيه سنوات عديدة يمكن دائما فيه تفاصيل صغيرة يمكن منبحث عنه هيدا التفاصيل ممكن يتعذبنا ولكن منوصل لنتيجة معينة خلينا نحكي كيف بدأت فكرة جمع هذا الكتاب فكرة جمع هذا الكتاب كانت موجودة في ذهني بسبب أنه كنت أنا صغير أجمع قصصات الجرائد والصحف والمجلات الدينية التي فيها عظاته في الاحتفالات الدينية الرسمية وفكرت فلماذا لا نجمع هذا التراث ليكون هدية للأجيال القادمة نضعها في كتاب بدل أن تكون قصصات جرائد وأوراق فبدأت بجمع وترسلت مع عدة أشخاص إن كان من سقيلبية إن كان من الهدئية من حمص من حما من لبنان من دير حمطورة الذي كان له الفضل بمساعدتي في مده بالنسخ الوافية من أقوال غبطته وعظاته ولا يسعني إلا أن نوجه الشكر إلى مكتبة الأسد التي كان لها الدور بإمداده بمعلومات وصحف وجرائد وأفلام عن صاحب الغبطة سيد الياني أنا بحب أذكر أنه الكتاب بطرييرك البطرييرك الياسر الرابع معوض بطرييرك العرب هو متاح لأي سخص بالمجان لحتى يتعرف على محتوى لكن بهمنا نعرف شو هي أهم المصادر يلي كانت مرجعية لإلاك بجمع هذا الكتاب مثل ما نوهت سابقاً أنه الكتاب استغرق سنوات عديدة من جهد فكان لمكتبة الأسد دور أنه أخذ بعض المعلومات بالإضافة إلى مجلات النور الدينية مجلات النور واليقظة والنعمة وعدة مجلات أخرى أتيحت لي عن طريق الأصدقاء الذين تكرموا وأرسلوا لي ما مر عليهم من هذه العزات وبالنسبة للتنويه أنا أحب أوجه الشكر للذين قاموا بتمويل طباعة هذا الكتاب كان عمليات تبرع مجانية وطباعة الكتاب مجانية ويوزع الكتاب مجانة لكافية شخص يطلب هذا الكتاب فهو متوفر يكفي أن يهتف لي ويقول أريد هذا الكتاب لكي يصل له الكتاب نعم يعني الشخصية التي حملت عنوان هذا الكتاب والتي توثق فيها جميع هذه التفاصيل لماذا كانت محطة اختيار؟ لماذا اخترتها أنت؟ هناك عوامل عديدة شخصية أو عائلية بالأحرى صداقة صاحب الهبطة مع عمي ووالدي واستلفز عضاده الروحية الوطنية والقومية ومواقفه لا يسعني إلى أن أذكر أنه كان أول هجل دين عربي مسيحي يحضر مؤتمر القمة الإسلامية في لاهور ويتحدث ضمن وفد مع وفد عربي مسيحي عن القدس العربية التي كانت في أي عضا تفتحي هذا الكتاب أو غير عضا تجدين القدس هي بابه ومحرابه فاسمحيني نسمعوا شوي مختطفات من محور الكتاب وفحوة يقول الصراع فيما يحدث اليوم يمكن أن نقول هذا القول الصراع الذي يحدث في هذه المنطقة العربية هو صراع تحدي للحرية والحق والقوة العظيمة التي يمكنها أن تتحدى الكبرياء والغدرس البشرية هي الروح المسيحية والإسلامية حوار جدي عميق ورصين بين هتين الديانتين وتسيد أصيل لما فيهما من حقائق روحية وأخلاقية وتبني نوع لعمق أبعادهما كفيل بأن يعطي هذه المنطقة صورتها الحق وأن يعيد إليها مكانتها في التاريخ الحضاري الروحي لأتحدث نقطة أخرى من كلامه المسيحيون والمسلمون عاشوا ويعيشون وسيعيشون في خائن ومحبة وماتوا ويموتون معا شهداء من أجل حريتهم واستقلالهم ما علقت مشنقة مسلمين إلا وكانت إلى جانبها مشنقة مسيحي ولا روى الدماء الشهداء أرض الوطن إلا وكان المسيحي والمسلم معا في خندق واحد يغذون الطرابة بدمائهم نعم كلمات تحمل نظرة مستقبلية أكيد كمان نحن إذا حضرتك محضر لنا شيء كمان تأرى في شيء تاني في إذا بتريدك كمان في قبل ألفين سنة وقف الناصري وألقى عظته على الجبل فغير بعظته مفاهيم الحياة وما قائسها وجعل الإنسان بما فيه من روح محورا تدور حوله الكائنات ووجه الأنظار إلى المعرفة الخالدة وقبل ألف واربعمائة سنة قام النبي العربي بثورة روحية فحطم الأصنام الحجرية التي نصبها الفكر الكسيح وأقامها الجهل والغباوة وربط الفكر بالإله الأوحد وعلم بالمعروف ونهى عن المنكر فعودة إذا إلى هذه المبادئ الروحية الخالدة التي قام عليها الدينان الكريمان خليقة بأن تجعل من الشوق واحة من واحة الروح يصزل بها الفكر ويلجأ إليها الإنسان هربا من هجير الأطماع المادية الكاوي نعم يعني هكي كتاب بيحمل بالفعل محتوى هام جدا كيف هم يتم الترويج له أستاذ اليان؟ مثل ما تحدث سابقا ترويج مجاني باعتبار أن طباعته تمت بتبرعات المحبين لصاحب الغبطة فالترويج يتم الجانية بعض الجمعيات يمكن وبعض المهتمين جمعيات نوادي أشخاص مراكز ثقافية في كافة تقريبا أنا أظن أنه لازم تكون وصل الكتابي لكافة أو أغلب المراكز الثقافية في سوريا إن شاء الله يارب يكون وصل خلال قراءتك لبعض العبارات شفنا كتير في علمانية بالطرح نشوف أيضا التوجه للأديان الأخرى بطريقة نادرة هي نوعا ما كم كانت عملية الجمع أيضا لهيك قصص وهيك تفاصيل مهمة لتنوضع وتتوثق بهذا الكتاب يمكن لا توصل لجميع الشرائح ويعرفوا حقيقة هذا الشخص العظيم فكر البتع كلياس ناتج عن زهده وتنسكه نعم فكان أغلب أوقاته يقوم بالترجمات وتعريبات لكتب إن كان من الفرنسية من الإيطالية من الإسبانية والإنجليزية واليونانية بالدرجة الأولى فلديه كتابات عن تعريبات للأباء القديسين ولديه مقالات معربة عن عدة علماء وأساتذة إن كان في اللاهوت ولا في المواضيع الإنسانية ولديه مقالات أخرى وهذا إن كنتم ستسألوني ماذا سأفعل في المستقبل فسيكون هذا كتاب عن تعريبات البتع كلياس في جزئين تعريبات للأباء القديسين كتاب سيظهر كتاب تعريبات للأباء القديسين وكتاب آخر عن تعريبات المقالات الأخرى والمقالات الخاصة به نعم سيد اليان يعني كمان لحضرتك نشاطات توصيقية أيضا على الفيسبوك تخبرنا شوي عنه أنا من ظغرية استلفتني البحث والتوسيق لكن ما كان عندي هالإلمام الكافي بهذه العملية فطلقت من أنه قصة وآخر شيء وصلت معي مثلا طلعت معي بالبحث أنه المستشوى الفرنسي الذي الآن موجود في القصاع ويعتبر من ضمن العاصمة دمشق عندما صدر القرار أو الفرمان بإنشائه كان يبعد لابد أن يبعد عن نقطة بابتومة 500 متر فهذا المعنى أنه كان في أقصى طرف من طرف دمشق الآن القصاع وصلت أو صاحة العباسيين والكراجات برزة فهذه كلها تابعة لدمشق بالإضافة إلى أنه قبر الشهيد رفيق رزق سلوم الذي أعدم في السادس من أيار هو موجود الآن وهذه قليل من يعرفها في مقبرة طائفة الروم الأرثودوكس في منطقة باب شرقي وقديما للأسف ألغيت هذه العادة كانت تأتي فرقة مراسم عسكرية ويأتي كبار ضباط الجيش العربي السوري ويؤدون تحية العسكرية ويعزفون النشيد الشهيد والنشيد الوطني العربي السوري فهذه الآن توقفت هذه ضمن المواضيع اللي بلاقي أنه تعجب العالم لما شيء ما بيعرفوه أنه عبطلون عليه فلا أحد يعرف التاريخ ولا أداعي أنا أننا نقوم بالتاريخ ولكن بالبحث والتوصيق يمكننا الوصول إلى نتيجة مسمرة تمام لكن كيف يمكن بتم البحث عن هيك معلومات مفيدة وقيمة ومهمة أنه نعرفها لحتى يتم توثيقها ونشرها ويمكن تنتشكر بشكل أوسع أن كان عبر الفيسبوك أو مواقع التواصل الأخرى نرجع لوجود المكتبات والله حفظ المكتبات الموجودة عنها وخاصة حاليا مكتبة الأسد التي تضم باعك كبير وطويل من الكتب المؤرشفة والمؤسقة والمصورة وأخبار الصحف فيمكن الرجوع في أي وقت من الأوقات أو مكاتب دور البطرياركية فيمكن الرجوع إلى والاستفادة من الخزائن النفيسة من الكتب والأفكار الموجودة فيها لكن فكرة الانتقاء لبعض المعلومات المهمة هي يلي إلى ميستا الخاصة طبيعي تعود للكاتب أو للمعد الكتاب أن ينطقي ويعد ما يريد أو يختار الفكرة التي يجب أن تصل إلى الجمهور أكيد إن شاء الله بهذه المعلومات تكون وصلت الكتاب أستاذة هو موجود فقط في مكتبات سورية أو لا تم؟ للبنان سوريا وللبنان تمام وفي مشاريع تانية ممكن أن تقدر تصدر الكتاب ممكن لمصر مثلاً حتى وصل لأمريكا ووصل لألمانيا ووصل لفرنسا عن طريق بعض الأشخاص المغتربين اللي زاروا سوريا وحصلوا على الكتاب إن شاء الله هلأ بيوصل لكل حدا حابب يتعرف على هيك شخصيات نحن بوقت نقطة وفاء كانت مني لصاحب الغطة أكيد أكيد محبة كمان أيضاً بميلاده مئة سنة هذا سنة 2014 تقريباً عم تحضر ميلاده مئة سنة وعلى انتقاله للأخذار السماوية 35 سنة هلأ حالياً 39 سنة يعني سنين طويلة وأيضاً يعني عم تم تحضر هالكتاب من فترة منيحة لكن الكتب الجديد اللي عم تحضر له إمتى ممكن تشوف النور والله بتوقع لأخير هالسنة يعني الكتابين جدد مثل ما حكيت سابقاً كتاب عن ترجع التعريبات للمترك الياس للأبا القديسين وتعريبات لبعض المقالات للعلماء والأساتذي ومقالات خاصة لو باعتبر باعتقد أنه خلال سنة إن شاء الله بيكونوا وكمان سيطبعوا ويوزعوا مجاناً أنا أصر على هذه الكلمة لأنه الهدف هو نشر المعلومة نشر هذا الرجل حقه ضاع ويجب أن نعيد له حقه بالحفاظ على تراثه أكيد عن طريق شخصيات مثل حضرتك وباحثين مهتمين بهذا الشأن نحن نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله دايماً يتم التوفيق لسيار حياته شخصيات مهمة ببلدنا شكراً كثير لألاك وإن شاء الله الهدف من هيك معلومات نشرة يتم عن طريق حضرتك وتوصل الهدف المجلس شكراً لكم كثيراً على الدعوة وسمحوا لي باعتبار فاتني أن نوجه التحية لأرواح شهداء الجيش العربي السوري وأن نوجه المعايدة لكافة أطياف الشعب العربي السوري شكراً لكم شكراً لألاك يعني وإن شاء الله يا رب بالتوفيق الكامل وتوصل للمعلومات اللي تعبت لجمعتها لجميع يعني يهتم بهيك شخصيات وهيك مواضيع شكراً نورتنا شكراً البحث ثاليان خباز شكراً لألاك